السلام عليكم أهلا بحضراتكم وحلقة جيدة من قلوم كمية الفرق بين أي حاجة بنقولها هنا وأي حاجة بتسمعها في إعلام النظام البعض بيقول أن الإعلام اللي هنا إعلام متربص إعلام قاعد مش عاجبه حاجة كل ما يشوف حاجة حلوة بتحصل في البلد يقول لا دي وحشة كل ما يشوف مش عارف إيه بيحصل والدنيا كلها بتشهد بيقوله كده يعني إن الدنيا كلها بتشهد للسيسي والمصر ولكن الإعلام هنا بيقول عنها حاجة وحشة وملهاش بس أنا في الأول قبل ما أقول لك إيه الفرق بين الإعلام اللي هنا والإعلام بتاع النظام بتاع عبد الفتاح السيسي لازم نفرق بين حاجتين لازم نفرق بين مصر الدولة وبين نظام عبد الفتاح السيسي نظام عبد الفتاح السيسي بيمثل نفسه ولا يمثل الدولة المصرية ولا الشعب المصري هتقول لي إيه ده ليه كده ده هو ومصر حاجة واحدة لا مش حاجة واحدة كلام ده لما يكون وصل للحكم بشكل شرعي وديمقراطي إنما بالشكل اللي وصل بي عبدالفتاح السيسي للحكم ما همينيش لو حتى قعد مئة سنة فهو نظام غير شرعي في نظري هو نظام غصب للسلطة إنما مصر الدولة ومصر الشعب دي على عيننا وراسنا ونتمنى لها الخير حتى لو قبلنا بالأمر الواقع أو تماشينا وتعاملنا معه سلطة الأمر الواقع اللي بتعامل بي عبدالفتاح السيسي نرجع بقى للسؤال الأهم إيه الفرق بيني وبين أو بين الإعلام اللي موجود هنا وبين الإعلام اللي موجود بطب النظام عبدالفتاح السيسي أولا يا سيد الفاضل على الأقل أنا هحكم على نفسي أنا مش بمثل نظام ومش بمثل معارضة ومش بمثل جهة ما أنا بحاول أمثل الشعب المصري فالمقياس عندي هو الشعب المصري فايدة هذا الشعب الحاجة اللي بترجع وبتعود بالنفع على المصريين إذا في حاجة رجعت بالنفع أو جابت نفع للمصريين فأنا هفرح بيها جدا وحتاج بيها جدا حتى لو جات من نظام غير شرحي يعني بكرة مثلا عبدالفتاح السيسي اللي قواته موجودة دلوقتي بتعمل مناورات في السودان قوات من الكوماندوز وقوات جوية إذا ربنا أكرمه كده واسترجل وخد الطيران بتاعنا ده وراح عمل عمل أو تعامل مع سد النهضة بما يضمن لمصر حياة كريمة ما تتزللش فيها وتطلب المياه من حد وتفضل ميتنا موجودة ما حدش بتحكم فيها أنا حشيد بالنظام ده أو حشيد بالعمل ده إنما هناك بقى هو على كل حاجة وعلى كل حال فرحان بالنظام ده وبيقول أحسن نظام وأحسن حاجة في الدنيا إيه ده بص حكمته ولما قال لهم الصواريخ البلاستيكية طالوا قالوا نعم افتح المعجم هتلاقي مكتوب فيها الصواريخ البلاستيكية ومش الصواريخ الباليستية بينما العالم كله عارف إنها الباليستية بس هم لازم يطبلوه لما قال حنهابر أما قالوا أيوة مصر هتهابر دي بقى منشطات في الجرائد ليه هو شغال معاه لأي حاجة حتى لما هو التاني يقول حق غلط هو لازم يمشي وراه فيها أنا لأ أنا بقوم بدور السلطة الحقيقية للشعب المصري السلطة الرقابية من خلال الإعلام على اللي بيحصل لو بتعمل صح هقولك صح لو بتعمل غلط هقولك غلط يعني زي آخر تصريح جاي في الأخبار قبل ما نبدأ من شوية قالك كل القروض اللي بتاخدها مصر بيشتغلوا فيها بيشغلوها بيعملوا بيها انتاج بتشتغل في مشروعات انتاجية مش مشروعات خدمية يعني يا مشروعات انتاجية يعني بيعمل مصنع يعني بيعمل شركة يعني بيوظف الناس يعني المصانع دي بيتعين فيها بشر بيشتغلوا بيجيبوا فلوس وبيصرف وهكذا وبتنتج شيء جديد ده طبعا مش حصل أنا طلبت من معازي يجيب لنا كام شركة قفلت من بداية الانقلاب لحد دلوقتي مش عارف جيبه ولا لأ بس هنشوف مع بعض في الحلقة هنشوف مع بعض في الحلقة كام شركة قفلت من بداية الانقلاب لحد النهارد علشان أشوف هل يا تارى القروض اللي بياخدها السيسي من كل حد ومن كل حتة وبسحى الصدح يا رب ما خدناش قرد منين النهارده هتلينا يبني شوية فلوس من الكويت قرد هتلينا قرد من كوريا هتلينا قرد من الصين من ألمانيا من فنلندا أي حد هو ماشي ياخد في القروض طيب أنا هقول لك لا يا سيدي هو الراجل بياخد قروض وبيعمل بها مشاريع خدمية خدمية يعني ايه انتجية اللي بتقدم انتج جديد شركات مصانع طاقة كهربائية النمى الخدمية الكبري الطريق مش عارف الحاجة اللي بتقدم خدمة مش انتج طيب خدمة دي في مصر موجودة آه الراجل عمل طرق أيوة عمل طرق فعلا عبد الفتاح السيسي عمل طرق وعمل كباري وعمل اسكان فعلا في مناطق في اسكان جديد وفي مدينة إدارية جديدة بتتعمل مش هقول لك لا محدش هيغطي الشمس بغربال ولكن تعالوا نشوف جودة الطرق دي الطرق دي مسكت مصر كده يعني معمولة بشكل حديث ففيها تصريف الأمطار فلما بتنزل الأمطار عليها ما بتجرفهاش السيول أو ما بتجرفهاش الأمطار أو ما بتأثرش على جودتها طيب الكباري دي احنا محتاجينها فعلا يعني حضرتك وانت بتسمعني دلوقتي وانت ساكن في مدينة نصر تحديدا في عباس العقاد لما بتدخل عباس العقاد عشان تلفه وتلاقي اليوترن بتلاقي اليوترن فعلا يعني اللي عامل طريق ده مخطط حاجة ولا هو اضرب كباري وخلص نفسك ميدان الساعة هنا شكله حلو ولطيف ايه ده ده بيودي مدينة نصر حناخد الطريق ده لحد مصر الجديدة والنزق لا 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 مش عاجل اعمل كبري احنا بنعمل كبري عشان محتاجين كبري ولا ازرعها كباري وخلاص ولا الباشا عايز يعمل سبوبة للشركات التابعة ليه فابني كباري ده اللي انا ده اللي انا وانت لازم نوقف نفكر فيه طيب هو احنا محتاجين كباري وطرق ولا في البداية محتاجين مصانع عشان الناس تشتغل فيها ده اللي انا بكلمك فيه لان انا بحاول اتكلم بلسان الناس الناس عايزة ايه انت عامل حاجة اللي بتسمعني دلوقتي انت محتاج طريقه كبري ولا محتاج مصنع وشركة تشتغل فيهم فتعرف تصرف على عيالك بعد كده لان انا بسأل حضراتكم هنا وبقول للناس ولما جماعة راجل بيعمل كباري وبيعمل جسور وبيعمل طرق وبتاع فراجل بيقولي طب انا بعمل انا زنبي ايه يعني انا ما عنديش عربية انا مش محتاج ده انا بامش على رجلي اصلا انا مش حركة بعربية اطلع بيها على الكبري ولا فارق معايا طيب ايه الفكرة الفكرة ان السيسي عايز يخلد اسمه عايز كل ما تروح كده في حتة تقول ايه سيادة الرئيس الزعيم بلحة فنعمل ايه نعمل مدينة ادراك دي ده او عاصمة ادراك دي ده مش محتاجينها والرئيس الرئيس مبارك الله يرحمه قال ان احنا يعني الموضوع اتعرض لي وقال ان احنا مش محتاجينها طيب نعمل ايه نعمل كبري بيربط بين شارع وشارع جنبه وليه عشان لما نعدي من العلوحة نحن تريك نلاقي مكتوب ايه في عهد سيد الرئيس بلحة العترة بنينة الكبري ده مش حالك بقى بكام ولا تصمصر منه كام ولا تضرب في الجيوب منه مش مهم المهم ان هو مفكر ان ده تخليد اسمه مين اللي يضحك عليه بالفكرة دي محمد بن زايد محمد بن زايد انه بقولك يا معلم تعالى شفت دبي حلوة ازاي الله شفت دبي جميلة ازاي شفت بره دبي عامل ازاي رحت الجميرة رحت القرهود رحت مديل اسامي في دبي رحت تعالى بقى رحت ابو زابي طب رحت بص ابو زابي عامل ده ازاي شارع النادي السياحي وشارع الالكترا رحت الدفان تعالى موريك الجزيرة اللي احنا عاملين فيها بتاع بتاع الفراري فالسيسي شوف الكلام ده يريل بقى مفيش غشيم ما شافش الحاجات دي فمحمد بن زايد يوم يقول له ايه عايز تخلد اسمك مصر مصر شي كبير مصر دي وايد مهمة لازم يكون عندها زينا تشي دي فنعمل ايه تشي دي نبني ويقول له خد قروض وابني وفي نص القروض يسحب ايده يقول له خد بقى انا ما معانيش ليه لان عايز ياخد عين السيسي وتفكيره واهتمامه من الحاجات المهمة ايه هي الحاجات المهمة اني اعمل اقليم قناة السويس اقليم انتاجي بجد اعمل حواليه وادي السيليكون بجد اجيب شركات عالمية على ضفاف مش هناك بقى في دبي في الصحرة ما احترامي يعني انما اعمله هنا في مصر في قلب العالم في نص الدنيا اعمل على ضفاف القناة السويس مصانع واعمل اجيب الشركات العالمية الدولية يبقى مقرها في مصر انت عندك الجوجل وعندك فيسبوك تويتر مقرها الاقليمي في دبي مش في مصر ولا في بيروت ولا في فغداد ولا في دمشق في دبي ليه؟ عشان هو عنده الخدمة دي انما انت يشغلك بالتفاهات ايه التفاهات؟ ابني كبري شدي لازم يكون عندك كبري وايد شبير يقولوا عليه انه بتاع السيس مدينة شبيرة اعمل هو تنهبل محدس ايوه محدس مش بكلامي بكلامه قال لك انا عدت عشرين سنة تنكتي ما فيهاش غر مية بس محدس ما شافش حاجة قبل كده ما لفش ما شافش فعشان كده ايه لطخ زي ما بيقولوا بالبلد اول ما يشوف الحاجة يبهر بيبدأوا يتحكوا عليه لازم تعمل زي كده في مصر عشان اسمك يتخلط في التاريخ جمال عبد الناصر تحب او تختلف او تكره زي ما انت عايز جمال عبد الناصر عمل حاجات كده لمصر بس اشتغلت عمل مصانع الحديد والسلب عربيات الناصر دي كانت بتتجمع في مصر الفيات المائتين وثلاثين مش عارف ايه عمل مسألة السد العالي فيه حاجة كان فيه حاجة في مصر يعني اه وقفت الناس على رجليها وصنعت وهو اي نعم ده كله تقفل اي نعم ده كله اتباع بقى من عهد مبارك والسيسي وانت جاي ولكن هو عمل حاجة مهمة السيسي بيعمل ايه انا بقولك ياللي بتحب النزاء ياللي شايف ان مصر ما يحكمهاش غير عسكري وزابط هل يوجد وجه شبه ما بين اللي بيعملوا عبدالفتاح السيسي واللي عملوا جمال عبدالناصر تأكيدا لا عارف اكبر محطة فتاحها السيسي القريب دي بتاعت الغاز والبترول مش عارف ايه دي بفلوس خطرية قطر اللي هو مسايب اعلاميين واشتموا فيها طب قطر بتستثمر في مصر مصر مهمة سوق كبير ومهم سوق حيوي اه كل واحد من مصلحته يستثمر في مصر انا بقولك كده عشان انا عارف قيمة البلد دي من مصلحت القطري والصعودي والاماراتي والكويتي والبحريني والعباني والصيني والبريطاني انت اكبر مستثمر عندك في مصر بريطانيا وبعد بريطانيا هولندا الدول اللي بتعرف تحط فلوس فين عشان تجيب فلوس طب احنا بنعمل ايه ما بنعملش حاجة ما بنعملش حاجة لشعبنا تعالوا حابنلكوا كبري جسر معلق بص هخليك تمشي كده شوفوا المية من تحت اه سلام شفت الخيال شفت خياله هخليك وانت ماشي كده من ازاز الله بص لقى المية ايوه حضرتك انا يعني ايوه المية وبتاعه ودفعت الكارتة وانا طالع وانا داخل استفدت ايه طب ما تبنيلي احسن جمعة ما تبنيلي احسن مستشفى الله العظيم مش علشان حاجة ولكن لما تشوف هنا الراجل بتاع البلد دي اردوغان هو بيعمل مستشفات كان بيعمل مستشفات زمان كانت المعارضة تطلع تقولي ايه ده وبيبني مستشفات كبيرة اوي وضيع فيها فلوس كده لي لما جات كورونا او جاء وكورونا وموجودة لسه في تركيا واخدين اجراءات احترازية لسه كمان اليومين دول امبارح تبص تعرف هو كان بيبني المستشفات دي ليه مش ما تشوف عنه الحجاب ولا حاجة لا بس بلدي بتكتر شعبي بيكبر وعدده بيكبر والمستشفيات لازم تكتر هي كمان زي ما الطرق لازم تكتر وتوسع زي ما المدارس لازم تكتر زي ما المصانع لازم تكتر زي ما الكباري لازم تكتر انما انا امسك في الكباري والطرق وبس وانا بقى هعمل لكم حاجة جديدة هعمل لكم عاصمة ادارية جديدة طب وبعد العاصمة ادارية انا معيش في لوسة هسكن في العاصمة ادارية الجديدة انا عم اعيش في مبابة وعايز اشتغل مصنع جنب الشغل وروح ولا حعدي على كبري ولا حعدي على طريق جديد عايز بس عيش محترم ابني يخش مدرسة كويسة او ابن بنتي او مراتي تخش مستشفى محترم وتتعالج فيها مفيش ده طالما مفيش ده فاعرف انه فيش تم مياه حقيقية واعرف ان الكلام ده كله كلام فاضي واعرف ان هو شغال معك باللقطة ها شفت الطريق ها ايه رأيك في الكوبري حلو الكوبري ايه مبسوط معانا مبسوط معانا من ال ويقعد بقى الدوية على الودان زي ما بيقولوا في المثل عندنا الدوية على الودان هيعمل عمالة صحة تفتح القناة اللي مش عارف تلون بتكلموا عن الكوبري الجميل اللي بتشوف المياه وانت ماشي مفيه الله تفتح وانت فيه نفسه تفتح مش عارف سي بي سي صفرة نفسه عمر اديب شرحه احمد موسى كذلك فتبدأ انت ايه تحس ايه ده ده مهم الموضوع ده مهم جدا ان انا لما امشي على الكوبري واشوف المياه من تحت الاسفل حاجة واو ده ايه ده ده احنا كده عمان ده احنا كده دخلنا التاريخ زي بالظبط ده موضوع عايز قبل ما ابدأ ااخد صناعة حضراتكو بس رد عليه فيه حالة من حالات النشوة والفخر الزائف بشوفها على السوشيال ميديا على صفحة الو مكملين مثلا او صفحات شخصية او 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 اللي هو ايه احنا عدينا بقواتنا البحارية ها عدينا يلا من البسفور ودندريل بتاعكو بيعرفش يقوله الدردانيل وانتو هناك اردوغان خايف اردوغان استخبى في القصر بتاعه عشان خايف من التلت قطع بتاعت البحارية المصرية ومعدية والعالم كده منور الله هو انت حضرتك ما تعرفش ان برضو نفس الحاجات العسكرية دي المعدات العسكرية او وعامل قواعد بحارية هناك وبتاعه وقصص كبيرة ده غير جزيرة سواكن بتاعت السودان الموجود فيها كمان ماشي ما علينا بس الفرقطات البحارية والقطع البحارية بتاعت البحارية التركية بتعدي من هناك من قناة السويس زي ما انت كمان من حقك تعدي القطع البحارية المصرية من البسفور والدردانيل بس ايه الفخر في كده يعني ايه اللي يخوف يعني ليه اردوغان ليه حضرتك بتخيل ان ده خط احمر احنا بقعد اسمع ناس ناس مسكين السيسي عمل لاردوغان خط احمر في البسفور الخير ان شاء الله حضرتك بتلاتة ليرة بتركب الاوتوبيس النهري هنا حاجة زي الاوتوبيس ايه مسماش كده ايه بس حاجة زيها يعني بتعدي من ايمينونو تروح اسكدار وتعطي استمتع بالهوى وتشوف الدنيا ولا في خط احمر ولا خط ابيض ولا حاجة مش كل حاجة تسمعوها يا جماعة تصدقوها مش كل حاجة يقول هلك اعلام عبد الفتاح السيس تصدق لخط احمر ولا خط طبيعا نفس القصة في ليبيا لما اقدرش عد سيرت حضرتك انت كنت موجود في طرابلس القوات المحتلة دي القوات المجرمة بتاعة اه حفتر اللي جايبها من روسيا ومن شادو من السودان وغيرها كانت موجودة بينها وبين المقر الحكومي لحكومة الوفاء الوطني ستة كيلو جوة طرابلس لما تدخل الاتراك برجعوك تومنمائة كيلو عايز تقولي مين اللي رسم خط الاحمر مين اللي مين اللي غير المعادلة مش التركي اللي رجعك تومنمائة كيلو انا مش بقول ده من باب الفخر بس انا بقولك ده من باب الموضوعية مش كل حاجة تصدقها او مش كل حاجة تسمعها تصدقها مش كل حاجة يقولك احنا بناخد فلوس عشان نعمل انتاج بتنتج ايه انزل يا عم الحج شوف المحل شوف فيه ايه مصري انت اللي بتسمعني دلوقتي ومن المحلة مثلا ولا من ضوانهور ولا من كفر الدوار عارف الشركات والمصانع قد ايه اللي تقفلت طب بتفتح مدالها انا مش بقولك ده بتشمت ابدا حاشة لله انا همي على او قلبي على هم الناس الواحد مهمون بهم المصريين نفسي شعب مصر اكتر شعب معاه فلوس في الدنيا وعنده دخل بيشتغل شغلانا بياخد فيها خمس ستة تلاف دولار في الشهر مش في السنة بس ده مش حاصل بيه ان النظام مش عايز كده النظام بيبني مجده الشخصي على حساب الناس وده اللي ما بنسمحش بيه وده اللي حنفضل نكمل ان احنا نعمل رقابة يعني يرقب ده دور الاعلام على فكرة دور الاعلام مش انه يطلع يطبل لحد دور الاعلام من ادواره انه يعمل رقابة على الاداء الحكومي والاداء الوزارات ويتكلم سلطة ربعة من سلطات الشعب ده اللي احنا ده فرق من الفروق اللي بينا وبين الجماعة الطيبين دول عموما هبدأ معاكم بتقرير تناقط صارخ بين ما تعلنوا دولة السيسي وبين الواقع اللي دولة السيسي زي ما قاله الراجل بتاع التوكتوك بنا مسي بالخير قال باسمع التلفزيون بحس ان انا في سويسرا بنزل الشارع بلاقي نفسي في الصومال او بلاقي مصر بنت عم الصومال انا عايز اقول له لا الصومال دلوقتي تطورت الصومال دلوقتي ان شاء الله هعمل لكم حلقة ونجيب لكم التطور في الصومال الصوال الله العظيم الصومال دلوقتي تطورت جدا وبقت شكلها رائع وجميلة ونظيفة وبنايات وحاجة حلوة خالص وكان عليها شوية فلوس كده في البنك الدولي الاطراج سدوهم عن الصوماليين الصومال عضوة الجامعة الدول العربية عضو في جامعة الدول العربية اللي سدت ديونها عن سندوق الناد الدولي رجب طيب اردوغان رئيس الدولة التركية وده مش طبيل وانا ما يهمنيش لا طبله ولا طبل غيره لا طبلنا ولا حنعملها في حياتنا بس انا بقولك معلومة مش مصدق ادخل على الجوجل وابحسوا في ناس زي الناس الرجل الطيب اللي كلمني مبارح تركيا اول دولة اعترفت باسرائيل مش صحيح اول دولة اعترفت باسرائيل كانت امريكا وبعدها روسيا هو عايز اقول لي اول دولة اسلامية اعترفت باسرائيل وعايز اقول له صحيح واول دولة عربية اعترفت باسرائيل كانت مصر وعملت معه اتفاق سلام بس كان مين بيحكم OVERتها تركيا وكان ايه وضعه أنا بتكلم على الوضع دلوقتي مين الأقرب مين اللي بيعمل سلام مين اللي واخد الصهايمة في حضنه مين اللي بيروج للسلام مين اللي عنده أهم حاجة قبل أي حاجة مصلحة المواطن الإسرائيلي تركيا ولا عبد الفتاح السيسي ولا محمد بن سلمان ولا محمد بن زايد عموما هرجع وقولك مش كل حاجة تسمعها تصدقها وعايز تتأكد انهم بيجذبوا عليك وعايز تتأكد ان فيه فرق بين الواقع وبين اللي هما بيقولوه انزل بنفسك الشارع وشوف بعد ما تشوف معنا التقرير ده مروج الإشعاعات مش أنا ولا الإعلام ده مروج الإشعاعات هما دول اللي بيتحكوا على الناس هو بيقولك انه بياخد قروض علشان يعملك بيها مصانع وشركات وانتاج في البلد يضيف ليها انت شايف ده